مشاهدي زوم أفريكا هندلق النهاردة مع حضراتكم في جولة أفريقية مختلفة هناخد العديد من الدول الأفريقية نتعرف على عددها تقاليدها ثقافتها ومورثتها والنهاردة هنقف عند غينيا كونكري والسنغال ومنورني النهاردة في الستيديو أستاذ أحمد صار نائب رئيس جليد غينيا كونكري في مصر وأستاذ إبراهيم بقى رئيس ربط الطلاب السنغال في مصر هنتكلم بقى على السنغال يعني عدات وتقاليد السنغال القبائل عددهم الدقياء عايزين نعرف ونعرف سادة مجاهدين أكتر عن السنغال بالنسبة للسنغال أولا كلمة السنغال أصله أو أصلها سنغال 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 باللغة الولفية وسنغال هذه بالترجمة ترجمتها العربية تعني سفينتنا وبالتالي كلمة السنغال حولت عن طريق الفرنسيين فأصبحت السنغال إذن الاسم يعني سفينتنا باللغة الولفية وهي دولة أفريقية تنتقى في أقصى غرب أفريقيا وهي من الدول التي كانت لها باع طويل في مجال محاربة العبودية في قند سادي ساعة وسبع عسر عن طريق سليمانبال وما إلى ذلك ولنا أشهر العدد يعني أشهر العدد الموجودة نعم هو طبعا يعني تختلف باختلاف الشعوب الموجودة فيها وهنا يعني لا أستخدم كلمة القبائل أو القبيلة بل سأستخدم كلمة الشعوب لأنها أعم وأشمل على رأي بعض العلماء الإنسروبوليجيين هنا في مصر فالسنغار يوجد بها كثير من الشعوب منها الشعب الولفي ومنها أيضا الشعب الفلاني الذي يوجد في كثير من البلدان الأفريقية ومنها أيضا الشعب السيريري والشعب الصوصي الصوصي الذي ينتمي إليه الساج هوماني الصوصي من القبائل التي توجد في منطقة كازمانس فإذن الميزة هنا يعني العادات والتقالي تختلف باختلاف هذه الشعوب يعني عادة الولفيين تختلفا عادة الفلانيين وعادة الفلانيين أيضا تختلفا عادة السوسيين ولكنها كلها يعني عادات وتقاليد لغات ولهجات ولبس وأكل وما إلى ذلك إذن فالميزة هنا يعني التنوع في مجال الثقافة والعادات والتقاليد وهذا أيضا جعلتنا نحن يعني إن شاء الله سوف يدوم نحن لم يحدث فينا يعني أي حروب طحن الحروب القبالية والشعبية وما إلى ذلك الحمد لله طيب أستاذ أحمد يعني قبل ما أبدأ بقى باستوائلي عن العدات والتقاليد عادينا نعرف سد المشاهدين فيه ثلاثة غيني صح؟ هم أربعة هم أربعة كمان أربعة نعم فيه غينيا كوناكري فيه غينيا الاستوائية فيه غينيا بيساو وفيه غينيا الجديدة اللي موجودة في أوقيانو صيناء جنب الأستراليا دي في غينيا دي آه دي حاجة آه غينيا الجديدة بس مش موجودة في أفريقيا لا في أفريقيا هم الثلاثة أيوة أنا عايزة أتكلم بقى على الثلاثة غينيا يعني هم الثلاثة الموجودين في قارتنا أفريقيا ايه الفرق؟ حاجة غينيا كوناكري سعى؟ تمام أنا من غينيا كوناكري غينيا كوناكري وغينيا بيساو اللي هم جنب بعض كانوا دولة واحدة في دخول الفرنسيين هم اللي قوم لما كانوا متمسكين منطقة في سيراليون اللي هي جنب غينيا برضو فطبعا كانوا بيعملوا تجارة الرق وهذه الأمور فطبعا قسموها إلى اتنين بخلاصة الكلام قالوا للبرتغاليين الذين كانوا في سيراليون مع الانجليز وكان في خناع بينهم يقسمون الأراضي وانا عادين وتفرق عليهم فقالوا تبنينا حنديكم المنطقة دي وانتوا هتاخدوا المنطقة تانية اللينا كنا فيها اللينا ما نحبهاش الفرنسيين بيقولوا كده للبرتغال فطبعا نقلوا من سيراليون وقوم لمنطقة اللي موجود فيها دلوقتي اللي هو غينيا بيساو فأخذوا المنطقة دي وخلوا غينيا وحدها وغينيا أساسا كانت ممتدة لغاية بعض الأراضي اللي موجودة حواليها من الجيران فطبعا أصبحت دلوقتي اتنين غينيا لوما إنها كانت واحدة فبيساووا كلمة من كلمة الرأى واحد من أكبر قبائل واحد من الرؤساء يعني نقول كده من الشعوب اللي كانوا موجودة في المنطقة دي اللي كانوا يزرعون الفل السودان والحاجات دي كان في واحد فيهم فهو اللي كان يسموها بيسو بيسو فقالوا بعد الوقت المنطقة دي اسمها غينيا بس نزوه بيساو فبدلا من بيساو كانوا أساسا مفهول يقولها بيسو فدايما هم أعوذين يقولوا احنا اللي نقول وانتو تتبقوا فهيغيروا يغيروا الكلمات اللي كانت زي ما تفضل أخوه وغينيا الاستوائية با غينيا الاستوائية هي تالت دولة في إفريقيا اللي بتسمى غينيا لماذا نفس الكلام؟ هناك أيضا كان بين الإنجليز والإسبان لأن في الإسبان هم اللي أول مرة اللي نزلوا في المنطقة دي بس الفرنسيين مع شهنتهم وكلامهم قلوا بس سيطروا على المناطي دي أيضا وقالوا للإسبان إساسا انتو ما نجوكمش أراضي دي الأراضي نحنا وانا اللي هنتسيطر عليها فأخذوا المنطقة صغيرة كده وغطوها للإسبان فقالوا المكان دوت زي منطقة كنا بنعرفها في غرب إفريقيا اسمها غينيا فكل منطقة متعارب بعضها في الخدرة والخصب وكل هذه الأمور نسميها بنفس الإسم فسموها بغينيا لكن عشان يبقى فيه فرق لأن غينيا الإستوائية دي وقفة في نفس الخط الإستوائي فزودوا عليها إيكاتوريال اللي هو الإستوائي جات كده كخلاصة الكلام إحنا كان لازم نسأل السؤال ده لأن طبعا يعني في مطشاط الكورة الفترات السابقة قام يعني حديث على السوشي الميديا أن فيه ثلاثة غينيا والناس مش فهمة وكده فكان لازم طبعا الأول سؤال يكون إحنا فيه ثلاثة غينيا نعرف صدب شديد منهم كانوا يعني أبيني حضرتك يعني مش أسفة لأتي كلامي فالكلام يعني أنا كنت يعني مثلا أكون مع واحد يقول لي أنت غينيا منيني أقول له غينيا آه أنا كسبناك وهو لعب ما من يبيسا ثاني ما واحد أبره يقول لك أنا من جمهورية غينيا أقول لك آه عائلة بنقورة أقول له آه واحد ثاني يقول لك لا أنت كده نظمتك عسل أمم الإفريكي أقول له لا هو يا حبيبي لازم تكون ثلاثة صحيح صحيح طيب أنا أتكلم عن عدات والتقاليد في غينيا كونك إن شاء الله العدات والتقاليد دائما بتبقى أولا غينيا يعني لا نقول مخسمة لكن مناطق الطبيعية منقسمة إلى أربعة ففي أقصى الجنوب في المنطقة اللي فيها الناس اللي متمسكين بتقاليدهم القديمة فهؤلاء نسمي المنطقة دي غينيا الغاباوية لكسرة الغابات وأشياء اللي نلاقيها في المنطقة دي مشان نلاقيها حتى في الأمازون فهؤلاء الناس متمسكين بتقاليدهم اللي هي مثلا إيه لغاية دلوقتي ممكن نلاقي ناس هناك ما بيلبسوهوش فعندهم الحاجات اللي ناس الأديما اللي بيلبسوها مع الأشجار في الرأس ويعني لو كان ممكن كنا يعني نخلي الحاجات دي بصور بس إن شاء الله تكون البرنامج لكن موجود لحد دلوقتي لغاية دلوقتي وأيوة تقولهم يسيبوها لأنهم كده كده أساسا بيعتبروا دي حياتهم مش إبادة بس رغم التطور والتكنولوجيا إيه اللي هم محافظين على التقاليد دي سوال ده مهم لأن واحد فيهم كنا بواحد من الناس دي الحمد لله جاهنة وبيدرس دلوقتي في جامعة القاهرة كنا بيكلم معه فأولا بيقول لي لما تقولهم كده يبقى أنت كده خارج عن إنسانيتك سوف وصلنا في الدرجة الدين فيه فإيه وأتكلم فيهم هم متمسكين كده وأجيالهم اللي جايين برضو يخلوا الحاجات دي مرسوخة في ذهنهم وذهنهم ولابد أن يكونوا كده وبعد كده في منطقة اسمها منطقة السودان السافان السافان هي منطقة الكثيرة الحرارة وفيها شوية من المناطق السهراوية هذه المنطقة فيها المدنغو المدنغو هؤلاء أيضا تقاليدهم المعروفة هم ناس اللي كانوا مسيطرين على المنطقة الغربية من الإمبراطوريات اللي قامت فيها لأن الإمبراطوريات الاثنى عشر المعروفة اللي قامت فيها هم لديهم أكثر من سبعة فمنهم المدنغو ومنهم المدنغو برضو بس بيسموهم منكو فهؤلاء يعني بيحبوا اللبس بيحبوا المنظر يقولوا إيه خلي الناس يشوفوك كويس بره حتى لو منكو وكده لما فبيأكلوا كمان حاجات حلوة أوي من التقاليدهم الدقيق يصنعوها بتريقة تكون زي الناجريين يأكلون شيء يسمعها فوفو فالفوفو دوت يصنعوها يطحونها لغاية تكون ايه دقيقة خالص فيحطوا فيها مية لغاية لما تكون جامل كده كان واحد كده لما تلاقي هو عايز يصنع الخبس قبل ما يحطوا في الفرن في الساقة دي تلاقيها ايه تري كده فبيحطوها بقى للنار تلاقي لما تاكلها ما شاء الله هنرجع لحضرتك أستاذ إبراهيم عايزين نتكلم عن أشهر الأكلات في السنغال انا عايزة روح السنغال دلوقتي بقى قولي ايه أشهر الأكلات وأحلاها اللي أنا قدر أقول في الأصل منطقة غرب أفريقيا الأكلات أو العداد والتقاليد تتشابه ما بعدها لأنهم شعوب واحدة الذين يسكنون في السنغال هم الذين يسكنون في غينيا كناكري والذين يسكنون في بنين هم الذين يسكنون في مالي وما إلى ذلك فإذن لو يمكن أن أتحدث عن أكلات قد يكون موجودة أيضاً في غينيا وقد يكون موجودة في مالي وما إلى ذلك منها مثلاً نسميه في السنغال وهو الأكل الشعبي الذي نقوله عند كثير من الحفلات وما إلى ذلك نسميه باللغة الولوفية الترجمة هو أرز بالسمك أرز بالسمك يصنعوها بطريقتهم هم يعني الأسرغاليون إزاي بأبي حطاف ملح مثلاً هتبعملة زي السمك اللي عندنا في مصر ولا إيك؟ أي وزي الأسماك ولكن الاختلاف الأسماك أسماك ولكن يعني هم بيعطوا فيها بعد ونسميها كاروت ويعني حاجات والجزر يعني حاجات يعني كثيرة حتى نقول يعني بأن النساء الولوفيات متميزات في الطبخة لأنهم يحطون أشياء التفاصيل الصغير في الأكل يحطونها توابل بقى توابل بالضبط كده التوابل هذا من الأكل الشعبي وهذا معروف يعني في العاصمة في دكار وفي غيره ولكن الشعوب الأخرى بالإثنيات الأخرى بالقبائل الأخرى أيضاً لها أكلات مثل مافي مثل مافي ومثل أيضاً ما نسميه كثيرة حاجات كثيرة يأكلها مختلف الشعوب الموجودة هناك الموجودة في السنة لكن الأكل الشابع المعروف هناك توجد الأرزو بالسنة طيب لو كلمنا بقى عن الكرة ويعني أغلب الشعوب مجنونة كرة تمام؟ سيد جماني هو من قبيلة إيه؟ يعني حكي لنا أكتر هو قبيلته إيه؟ هو الموجودة في السنة سيد جماني هو أصلاً هو يسكن في منطقة كازمانس هذه المنطقة يسكن فيها كثير من الشعوب الموجودة في غرب الأفريقية يعني الشعب الذي ينشأ في هذه المنطقة تراه يتحدث مع الغيني يتحدث مع البنيني ويتحدث مع المالي لماذا؟ لأنه كان يعيش في تلك المنطقة وهي منطقة كازمانس يعني أصله كازمانس ولكن سيد جماني هو يسكن هناك فقبيلته هو السوسي أو السوسو هذه القبيلة أيضاً موجودة في غينية ولكن قد يختلف بعض الكلمات التي يتحدثون فيما بعد وهذه القبيلة أو تلك المنطقة معروفة أيضاً بتمسكها بالعادات والتقاليد كما قال الدكتور أشهرها إذا؟ أشهر العادات والتقاليد موجودة هناك في السوسو العادات والتقاليد للأسف أنا لم أعيش هناك أنا كنت في العاصمة ولكن هي شعوب يعني كما قال الدكتور تعتبر العادات والتقاليد هي السمة المميزة التي يجب أن نعيشها حتى ولو جاء التكنولوجيا هل هذه القبيلة موجودة في غينية؟ بالفعل نعم أولاً أولاً لما نتكلم عن هذه القبيلة نقول كلا هذه الشعوب فهي بتعرف بأساميها أو بألقابها لما نتكلم عن سوسو نتكلم عن كامارا وكنتي وأشهرها بنغورة أعتقد في مصر هنا لما نتكلم عن بنغورة في 2006 لما كنا في ملب أهرس الحدود مع مجموعة تونس وزامبيا كانت المجموعة دي الفريق الغيني تتكون من اسمين شهرين أو اللقبين شهرين هو لقب بنغورة لأن كان فيهم أكثر من ستة وفي لقب كامارا هو بنغور ده اسمه أو اللقب؟ لقب لأننا عندي صديقي من غينية اسمه بنغورة لا حضرتك قبل كثير من بنغورة وبعدين لازم تعرف الأول اسم الأول فأنا مثلا اسمي جلو هذا لقبي أنا جلو ده وممكن تقابل مليون واحد في غينية لأن جلو كثير وبنغورة وكمارا وكونتي وسيلة هذه الألقاب دي موروفة في مناطق اللي مورونا فيها السوصور وهذه الشعوب بيحبوا كرة جدا أساسا يقال بأن هم الذين كانوا مسيطرين في العاصمة غينية لكن لحبهم للضيوف وتركيزهم في الكرة فالضيوف جاءوا كمسلا آباءنا نحن جئنا من المنطقة الوسطى اللي هو قبل بعد الغينية الساحلية جاءوا إلى منطقة الساحلية هذه ووجدوا آباءهم وهم مركزين على كما قلنا في الكرة وهذه الأشياء ونحن كنا نشتغل فدلوقتي لما ترى حتى في شعنات وشوية انتم جئتوا وتركتونا وكذا لكن الألقاب هذه كما قلت لحضرتك هم مشايترين على الكرة يحبون كرة جامد وعندهم هذه الفنيات فلذلك حتى أول من حصل على كرة الذهبية في غينية هو الشريف سليمان شريف سليمان كان أبوه برضو من هذه الشعوب نورتونا النهاردة ومتعتونا أستاذ أحمد سارة نائب رئيس جالية غينية كونكري في مصر وأستاذ إبراهيم بقى رئيس ربط طلاب السنغال في مصر نورتونا أنا فقط أحببت أن أنهي هذه الكلمة إلى الشباب المصريين وخاصة الباعثين أنا تعلمت منهم كثير أستاذ حسن غزالي أو أستاذ حسن أيضا موجود في فيسبوك أستاذ اسمه دكتوري في الجامعة في التاريخ درويش وكذلك أستاذ خليل الباحث في البيولوجيا يعني تعلمت أشياء كثيرة من ضمن معاملتي معهم في المحافلة الثقافية هنا في قاهرة الفاطمية شكرا 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 نورتونا شكرا 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 شكرا